واحد مصري باع مصر من اجل حفن الدولارات موجود في تركيا لا تسامح مع هؤلاء قلنا هذا الكلام يطلع محمد ناصر تخيل محمد ناصر يطلع يقول السيسي كده بالزبط السيسي تمام السيسي كويس السيسي عظيم السيسي عمل شغل هايل محمد ناصر اه لانه اكتشف انه الارض اللي وقف عليها في تركيا ارض رخوة ارض بلا ثوابت معتز مطر جالوا كورونا سياسية نام في البيت ما بيطلعش ليه خلاص ضاقت الدائرة حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما راحوا بد هم دول هم دول ضاقت عليهم الارض بما راحوا بد خلاص تعالوا نستمع افكركم بس بمحمد ناصر وهو يغنج واغن من هنج الرجال فرابع ليه ولا اقدر انكر ان انا مبسوط بالاجراءات اللي بياخدها السيسي دلوقتي وانا هزع على الناس كتير جدا من اللي هم ضد السيسي لكن انا مبسوط جدا واعتقد ان اللي في صف كده مفروض يكون مبسوط من الاجراءات اللي اخدها السيسي في موضوع السد دلوقتي ودي شهرة حق لله عشان بس ما حاش اقولك انتو طول وقت الراجل عمل كده مش عجبكو عمل كده مش عجبكو كده عجبنا شوية جزئيا كده السيسي تمام جدا الاجراءات اللي خدها السيسي دلوقتي او اللي بياخدها السيسي دلوقتي اللي معرفش ايه اسبابها الحقيقة لازم اقوله في البرنامج ده كويس كويس جدا كمل بقى كده ده نموذج من هؤلاء الرجال الذين يغنجون انا اسف والله في التعبير مش لقي تعبير تاني مش لقي تعبير تاني انا نفسي اشوف حمزة زوبع ونفسي اشوف معتز مطر ونفسي اشوف هذه الكلاب النابحة انا معاذ الله ان اكون من الشامتين بحبش الشماتة وليست من شام الرجال الشماتة على الاطلاق